اشتركوا في القناة وكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي المرافقة لهذا القرار ويطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو هذه اللائحة أو القرارات التنفيذية للقانون المادة الثانية يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار المادة الثالثة على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية كما صدر عن صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 32 لسنة 2019 بشأن جدول علاوات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وجاء في القرار المادة الأولى تحدد العلاوات المستحقة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وفقا للجدول المرافق لهذا القرار المادة الثانية على الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية